بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة الدكتور أحمد عطي الدهشان النهاردة جماعة جايين نتكلم معاكم عن أنيميا نقص الحديد بتبدأ المشكلة ديت يا جماعة أنا مش عايز أطول عايز الفيديو بتاعنا ما يتجاوز كام دي بحيث أن احنا كلنا بلاسسنا نستفيد بشكل كبير قوي وأن احنا نوصل للمعلومة اللي احنا عايزين نوصلها بشكل سريع إيه هي بقى الكلام اللي احنا مفروض نعرفه في تشخيص الأنميا وفي علاج الأنميا بشكل بسيط كده يا جماعة ما نجي نتكلم عن تشخيص الأنميا لازم نعرف أن دي بنت بتجلنا لئيادة طبعا أنا بقول بنت ما قلتش ولد لأن يعني الأنميا أكثر شيوعا عند البنات لكن مش معنى ذلك أنها تجيش عند الولاد لا موجودة عند الولاد وموجودة عند البنات لكن أكثر شيوعا عند البنات البنت تجيلي لئيادة تقول لها دكتور أنا بعاني من إرهاق مستمر او نعمل فحص بسيط من خلال هذا الفحص نقدر نعرف انها عندها anemia ولا ايه هو الفحص ده بيسموه سورة دم كاملة او سي بي سي يبقى صورة دم كاملة او سي بي سي نقدر من خلالها ان احنا نعرف فى الانيميا طب نعرف زي انها عندها الانيميا فى التحليل في حاجة اسمها الهيمجلوبين الهيمجلوبين ده بيبقى ليه نسبة طبيعية النسبة طبيعية بتاعتهم ال 12 ل 17 بتحليلة صورة الدم كاملة ديت الاو الهيمجلوب بتاعنا طلع اقل من 11 عندها بنبدأ نتعامل مع الحالة طيب إزاي إحنا دلوقتي عرفنا إزاي نشخص الأنيميا بنشخصها من خلال فحص صور الدم كاملة نتيجة لوجود هذه الأعراض سواء كان دوخة مستمرة أو صدع مستمرة أو إرهاق مستمرة وجدنا كل هذه الأعراض موجودة عندنا نقدر من خلال هذه الأعراض نخش بشكل مباشر نعمل الفحص عملنا الفحص طلع عندها أنيميا خلاص طلع عندها أنيميا نعالج الأنيميا إزاي يا دكتور يبقى أول حاجة في نقطة العلاج لنخش فيها بشكل مستمرة اللي هي إن إحنا نبحث عن سبب الأنيميا اللي موجودة عندنا يبقى نبحث عن سبب الأنيميا اللي موجودة عندنا قد تكون تعالوا نقول الأسباب الأنيميا بشكل سريع كده أشهر سبب شيوعا عندنا كلنا بلاستثناء اللي هو نقص التغذية للأسف إحنا بلاستثناء عندنا مفاهيم غلط في الأكل وفي الأكل بتاعنا وفي الغذاء لكن بشكل أساسي ما نيجي نتكلم عن الأنيميا يبقى هنيجي نتكلم عن نقص الحديد هذا النقص اللي موجود في الحديد ان احنا بنكونش اغذية فيها اطعمة بتحتوي على الحديد يبقى ده كده السبب الاولان السبب الثاني قد يكون هناك نزيف داخلي هذا النزيف الداخلي هو اللي مسبب لنا الانيمية طب النزيف الداخلي ده عبارة عن ايه يعني نكون عنده قرح في المعدة عنده بواسير عنده نصور عنده اشياء معينة هي اللي مسبب لنا نزيف داخلي ونتيجة لهذا النزيف بيحد وساعدنا نقص في الهيموجلوبين في الجسم وبالتالي حدوث الانيمية يبقى احنا قلنا كده قد يكون هناك نزيف داخلي قد يكون نقص التغذية هي سبب في الانيمية اللي موجودة عندنا قد الاصابة بالديدان قد تكون احد الاسباب الرئيسية للهيموجلوبين وده بتبقى طبعا اكثر شيون عند الاطفال عشان كده احنا عملنا لكم حلقة من قبل بنتكلم فيه عن علاج الديدان عند الاطفال اللي ما تفرجش الفيديو ده يروح يتفرج عليه دلوقتي حاله وبعدين يرجع علينا مرة تانية يكمل الفيديو ده للنهاية عشان يستفيد الاستفادة القصوى يبقى احنا دلوقتي يا جماعة تكلمنا قلنا الاسباب الرئيسية قد تكون نقص التغذية قد يكون هناك نزيف داخله هو المسابب لنا زي البواسير والنصور ومشاكل الكرح المعدة قد يكون الجسراتيس وليبتيك ألصر قد يكون هناك برضو مشاكل تانية ايه هي المشاكل التانية ديت قد يكون السرطان أحد أسباب الأنيميا والحمل الست أثناء الحمل من أحد من أكثر الأشياء شيوعا الأنيميا ونقص الهيموجلوبين في الجسم احنا كده قلنا الأسباب يبقى لازم مما نيجي يتكلم في نقطة العلاج ما تيجيش تقول خد الدواء الفرنان وخد البتاع العلان وخده يلا ويطلع وجري يلا ويبتاعه زي ما بيحصل في أجلب الايادات لا نبحث عن السبب في البداية يبقى لازم تعالج أصل المشكلة حتى لو انت رفعت نسبة المجلوبين في الجسم لو رفعتها ما ترجعش مرة تانية ويرجعلك أنيميا مرة تانية يبقى احنا لازم نعالج السبب في البداية يبقى بعد ما نعالج السبب في البداية وإحنا بنعالج السبب ناخد أشياء بترفع المجلوبين يبقى احنا شغالين في خطين متوازيين يبقى أول نقطة علاج السبب النقطة التانية ما نيجي نتكلم فيها يبقى العلاج التغذوي ما نيجي نتكلم عن النوتريشن هذا الناس بالنظام يتكلم عن نظام غزائي صحي يحتاج لكافة العناصر الغذائية بالكربوهيدريت Pricewater愛 مثل ما دكتور أحمد؟ يكان موجود في الكبدى ، السبانق موجود في الكبدة في السبانخ في البتنجان في العسل Leswood الكبدة والسبانخ والبتنجان والعسل Leswood من أكتر الحاجات اللي متركز فيها حديد يبقى uh احنا ناخد أكل بيحتوي على نسبة حديد عالية زي اللي موجود في السبانخ موجود في البتنجان موجود في العسلل السود تالت بقى نقطة في العلاج واللي هي برضو فيه غاية الأهمية ولا تقل أهمية عن اللي قلناه من قبل زي ما إحنا قلنا سنأخذ أغذية تحتوي على أنصر الحديد ثالثة حاجة سنأخذ Iron Sublimination بشكل بسيط قوي ما نجي نتكلم عن Iron Sublimination يعني نقول أقراص الحديد أقراص الحديد دي أو مكملات الحديد بشكل عام طبعا من أشهر الأنواع الموجودة عندنا أو من أفضل الأنواع الموجودة عندنا زي الفيروسانول أو أي حاجة فيها حديدة أنا مش بتاجر بالفيروسانول أنا بتتكلم كطبيب وكان عندي حالات في العيادة وهذه الحالات كنا بنستخدم معها إيه وأفضل النتائج من خلال التجربة في العيادات كان بالنسبة لنا الفيروسانول يعتبر من أفضل الأنواع اللي إحنا استعملناها وجربناها في العيادة ثالث حاجة نتكلم عنها برضو موجودة عندنا بشكل قوي نتكلم عن الفيتامين بي 12 فيتامين بي 12 مهم جدا مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء والأعصاب يبقى الحاجة الأساسية المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء والأعصاب نقدر نتكلم عن الفيتامين بي 12 الفيتامين بي 12 بناخده على هيئة حقا حقنا مرة إسبوعيا لمدة شهر واحد وبعدين مرة كل ثلاث شهور وعلى حسب تقييم الطبيب ونتيجة التحليل بتاعتك الدكتور بيديك الحاجة الأنسب لك فبعده طبعا ترجع للجرعات على حسب المعطيات اللي عند الدكتور بتاعك يبقى احنا كده قلنا اول حاجة نقدر انها بناخد فيتامين بي 12 بس بناخدها عضل وطبعا انا بتكلم على الأشياء اللي انا بستعملها في عياتي بشكل أساسي فما بكلمك عن تجربة شخصية عن حاجات بالفعل عن نتائج حقيقة لحالات موجودة عندنا في العيادة يبقى احنا دلوقت يا جماعة اتكلمنا عن فيتامين بي 12 حاجة تانية برضو بتشتغل برضو على المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمرة الفوليك أسد يبقى بناخد حاجتين أساسيتين بناخد حاجة بناخد أقراص الحديد مع الفوليك أسد مع فيتامين بي 12 يبقى الحاجات اللي بتكتب في الرشيتة بتاعتنا تلات حاجات تاسية بنكتب أقراص الحديد أو مكملات الحديد وبناخد تاني حاجة موجودة عندنا بناخد فوليك أسد وتالت حاجة بناخد فيتامين بي 12 طبعا دي تلات حاجات الأساسية اللي بتكتبوا في الرشيتة واي طبيب بيجيله حالة أنيميا لازم يكتب تلات حاجات الأساسية دي يبقى ديات الحاجات الأساسية اللي احنا نقدر نستخدمها معانا تبقى موجودة عندنا في العيادة بشكل مستمر لعلاج أنيميا نقص الحديد بشكل بسيط أوي وبكده تكون الحلقة بتاعتنا خلصت تنزل دلوقتي حالا اضغط لايك شارك الفيديو فالدال على الخير كفاعله شكرا لكم كان معكم الدكتور رحمة العطية الدشان دمتم بصحة وعافية